إذن لم تفقدوا الأمل دعني أرحب بضيفنا الذي انضم إلينا من واشنطن الناشط في الحراك الشعبي الطلبي المؤيد فلسطين معتاز سالم أهلا بك معنا في هذا النقاش الذي بدأته مع إسماعيل من باريس قال إنهم لم يفقدوا الأمل في التضامن مع الفلسطينيين على الرغم من عدم وجود زخم للحراك الطلبي كما تابعناه لكن ماذا عن الولايات المتحدة؟ أكثر من سبعين جامعة كانت تشارك في الاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بداية الاحتجاجات أين هذه الاحتجاجات الآن في الولايات المتحدة؟ وهل بالفعل نجحت سلطة القمع لهذه المظاهرات في إخفائها؟ لا الصراك و البداية لا ولكن كما تشارك فيها في الولايات المتحدة ويمكنت شميع الممسانات Essayانيةrà larية بالجools التسجيلة أصبذ وبلغ Service 卓د والبداية المطلوب القهر والقمع من قبل قوات الشرطة ويوجد الكثير من الخطط المختلفة التي يتم الإعداد لها والكثير من الطلاب الذين ما زالوا في الحرم الجامعي يقومون باحتجاجاته ولكن المشكلة التي نجدها الآن هو أننا في الصيف والعديد من الطلاب قد يكونوا يلجأون إلى المذاكرة ولكن دعني أقول أننا لن ننسى هذه الإبادة الجماعية يعني سلطة القمع التي تعرضتم لها نجحت إلى حد كبير في وقف هذه التحركات داخل الجامعات الأمريكية لا لا سأقول أن الحراك ما زال هناك وما زال بوتيرة قوية وأنا أجد أنه يوجد عزم قوي على الاستمرار تمام لكن ألا تعتقد أن هناك أمرا ما حدث من أجل خفض وتيرة التضامن مع قطاع غزة في هذه الحرب المستمرة للشهر التاسع على التوالي التهديدات التي تلقاها النشطاء داخل حرم الجامعات أنا أعني أنني أقول أن الأمر ليس إلى هذا الحد ولكن أقول أن هناك الكثير من الحراك والكثير من الاحتجاجات ولكن الآن نحن في الصيف وهناك الكثير من الطلاب الذين الآن يزورون زويهم ولا يجدون فرصة للاجتماع بشكل كما كان من قبل ولكن الحراك ما زال موجودا وهناك بعض الطلاب حقا لديهم بعض المشكلات القانونية ولكن الذي يحدث في غزة هو أمر صعب للغاية ولا أقول ولا أعتقد أن التهديدات ستكون